ودعت الكويت شهر رمضان الفضيل واستقبلت عيد الفطر المبارك وسط أجواء عمتها الفرحة والبهجة بتوافد آلاف المصلين من المواطنين والمقيمين على المساجد بالمحافظات الست لأداء صلاة العيد بكل رحابة ويسرى وسط أجواء اتسمت بالفرحة والسرور عمت أرجاء الكويت دون أن تفرق بين كبير أو صغير توافد آلاف المصلين من المواطنين والمقيمين على المساجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك مستحبين أطفالهم لمشاركتهم فرحة العيد وأدى المصلون صلاة العيد بكل رحابة ويسرى وسط إجراءات أمنية مشددة تمثلت في التفتيش والتأمين لكافة المصلين ووضع الحواجز الأمنية لتنظيم حركة الدخول والخروج من المساجد حرصا على سلامة المصلين من أي مكرون قد يعكر أجواء فرحتهم بصلاتهم يأتي ذلك فيما أثنى المصلون على جهود رجال وزارة الداخلية وفرق الطوارئ الطبية التابعة لأزارة الصحة التي تواجدت أيضا أمام المساجد معبرين عن سعادتهم بأداء صلاة العيد وسط الأهل والأصدقاء والأطفال حياء لسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى أهله ويذكر أن وزارة الأوقاف كانت قد أعلنت عن إلغاء مصليات العيد الخارجية لهذا العام وأدائها داخل المساجد نظرا لدواعي أمنية وبناء على طلب من وزارة الداخلية مؤكدة أن هذا القرار جاء حماية للمصلين وحفاظا على الجوانب الأمنية ترجمة نانسي قنقر